موسيقى والمشاركة ديالتي كانت عادية فيها جميع الناس اللي كيشاركوا في برامج المواهب سيفت لها فيديو ديالتي ورقات الإعجاب من طرف القيمين على البرنامج وتم التصال بيا باش نصقوا معايا باش نمشي لبنان إماما الأم ديالي اللي شجعتني بزاف كانت بجانبي ودايما كتقولي يا ما توقفيش وكملي وكوني قوية ورغم الحمل ورغم التعب وتقول مشيت وشاركت وبيجا بتيصير واجهت بشي شوية بشكل حتى عنا عرفين ولكن وعرفني وواتق فيها عرفني إيمان كتقدم ذاك شي محترم بلبس محترم بطريقة محترمة وذاك شي علاج تقبل موضوع بوحد طريقة شوية وفي صراحة أنا عيت بتر أخير لحظة قلت ليهما أنا صافية ما قيتش قادة بالزز باش طلعت سيوغسان ديك الساعة وقديت العرض ديالي ما كنتو قادينا طلع صافية من الساعة صباح وأنا وقفت لحظة جديد ليل وأنا اللي خرع وأنا آخر عرض غادي دوز صافية قلت ليهم ناقص شي تخيدي زولي خصافية ماي بقيت مع صاحبتي صاحبتي المسرية ماي بقيت معي بسكينا على لا إيمان حنا عينا وجينا منين ومنين خاصنا نوصله توصل الحلم ديالك وتوصل الموهبة ديالك صافي طلعت وقديت وبنسبة لي بس هو ماشي ماسري صون بوغصون ماشي ماسري مغريبي كسوة عادية لبستها في حل جميع الفتايرات المغريبيات ومع التقل ومع العياء ما قداش اللي بس سرويل ما قداش اللي بس شميز مشيت كسوة ديالتي باش نكون أكتر مرتاحة وفي نفس الوقت اللبسة ماشي ماسرياه بزاف ديالناس يقولوا اللبسة ماسرية ماشي ماسرياه عادية أنا مغربية أبن عن جد كان فتخر بالمغربية ديالتي لكن المشكلة اللي تراف اللهجة الماسرية كانت عندي صديقة ديالي مقربة صديقتي ماسرية وحنا كنا على تواصل دايما يعني كنا دايما نهار كامل حنا كنا نهضروه يعني اللهجة بحلب من ذات كان تؤثر عليها وفي نفس الوقت أنا ما كانتش كان نحس براسيزة كمدا نضرب الماسرية أنا كنت كان حاول نضرب الداريجة المغربية لقد ما كان قدر لقد ما كان قدر كان نحاول نضرب الداريجة حيث يدها جدياتي وكان فتخر بها وكان فتخر بكوني أنا مغربية لكن أنا كنواعدكم هاد المشكلة ما قاش هدي تكرروا شو تخديزوا اللي نقاع المواهب المغربية اللي كتشارك في برامج مغربية ما حلية كتتمنى أنه تلقى نفس النجاح اللي كيلقاه الناس في الشرق ولكن احنا ما كناش كيلقاه النجاح اللي كيلقاه في الشرق كيلقاه في مغرب دايما هدا ومشكل المواهب المغربية في المغرب كتلقوا الناس نجحوا نجاح صاحق في المغرب مع ذلك يمشي ويشاركوا في برامج في الشرق كتما عرفتش هلاش حنا يا في المغرب ما كان نعطيوش الحق للمواهب المغربية ديالنا هاللا داوتو سأقول دايما كان طرحو ودايما ما قناش لي الجواب كالإحساسي فعل إحساسكم مع شرق المغربية ديالي قلسك أنت سينة في رأيي رجنا أطاح الياء تطاح الياء دافي ما مقدرش نوصف لك لفرحة اللي كنت فرحانة إحساس بالنصر إحساس ب... أنك أخيرا حققتي الحلم ديالك بعد التعب وبعد ما وصل في ديك المرحلة أعتني عيت بزيال كنت غنت راجع لقد قلت كل حشو معنا جاية منين ومنين وجاي ما نحقق حمد يا ريب الحمد لله يا ربي ما خيبنيش ماما ما كتقدرش تعبره أصلاً بالهندرة ماما كتبكين ما كتقدرش ماما أحسسها بزيف ودموعها دايماً غالبها وطيبة بزيف وقال الناس عزيزها ليهم أول ما شافتني بكات ما قاتلي ويلها ماما بكيت عائلة بكية بكرة لما بنتي تكبر والجامة تطول شبرين لما تنسك جالم ودفتر وتدرس علم وعربي ودين ترارا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تابنوا فلاشم